الاسد المنبوذ يجري تسويقه للغرب على انه مفتاح للسلام في الشرق الاوسط هكذا عنونت صحيفة الجارديان البريطانية مقالها تحدثت فيه عن سعي حلفاء الاسد لاعادة تأهيله ليس فقط عربيا بل عالميا تقول الجارديان ان رئيس النظام بشر الاسد طوال عقد من الزمن استمات للحصول على اجتماع في الخارج لاثبات نفسه وطلب المساعدة بشكل مذل من اصدقائه القلائل وتضيف انه مع انحسار ضجيج الحرب واعادة ضبط المنطقة المتعبة بات الاسد الان يترأس دولة مفككة ومحطمة ورغم ذلك الا ان تحولا مفاجئا جعل من الاسد المنبوذ مرغوبا فيه واصبحت دمشق بموجب هذا التحول مفتاحا لاعادة تجميع منطقة ممزقة ويبدو ان الوحشية التي اودت بحياة الملايين من السوريين لم تعد عقبة بحسب تقرير الصحيفة لتتحول سوريا من بؤرة زوال الشرق الاوسط الى نقطة محورية في خطط استعادة الاستقرار بعد الربيع العربي الامارات والسعودية ارسلتا وفودا الى دمشق وعرضت مصر مبادرة فيما التمس الاردن من الولايات المتحدة المساعدة في اعادة ادماج سوريا محاولات ختمت باعلان السفارة الامريكية في بيروت عن خطة لارسال الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا نظام الاسد ليس نظاما يستوجب منا النظر في اعادة العلاقات الدبلوماسية معه والمحاولات الاخيرة للتقارب منه ينبغي علينا التعامل معها بكثير من القلق لقد خذلنا الشعب السوري خلال العقد الماضي ولا يمكن ان يكون هناك سلام او استقرار او مصالحة بدون عملية تهدف الى العدالة والمسائلة فهل سيتحقق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط بعودة تعويم الاسد عالميا يجيب كادمان بان ذلك مستبعد دون عملية تهدف الى اقرار العدل والمحاسبة بحق من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اشتركوا في القناة